أهلا بحضراتكم مرة تانية في البداية أريد أن أتمنح حضراتكم على دوافع فرقة النادي الأهلي بخصوص بطول الدوري أبطال أفريقيا لأن البعض يمكن يكون بيتكلم خلال الفترة الحالية بخصوص إيه؟ بخصوص أن الجيل ده بصراحة حقق إنجازين متتاليين كان الأهلي بقالوا فترة كبيرة ما حققهمش بخلاف الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر أفريقيا مرتين والدوري والكاس وكل البطولات تقريبا الأهلي يفز بها ويعملنوا بطولة أو اثنين لكن في نفس الوقت انتحققت برونزية كاس العالم مرتين واربعض ففي ناس قلقنا شوية وحقهم يقلقوا يعني هم دائما عايزين يشوفوا الأهلي فوق عايزين يشوفوا الأهلي بياخد كل بطولة عايزين يشوفوا الأهلي في أحسن صورة وكلنا نفسنا في كده طبعا ناس قلقنا يقولك إن الجيل ده حيجيب دوافع منين الناس دي خدت برونزية مرتين واربعض نفس المجموعة أو بعض الإضافات الصغيرة يعني أو القليلة لإضافة للفرقة فبالتالي ممكن يكون إيه الدوافع قليعة عندهم فبالتالي ممكن ما نبقاش بالشكل المطلوب ما نقدرش نفس على البطولة كلام من أنت لا من ناحية دي من ناحية دي تطمنوا تماما الدوافع موجودة وبتتجدد عند الفريق الأول لقرة القدم من نادي الأهلي بشكل تلقائي إضافة تتجدد بالشكل التلقائي طبعا أنت موجود جوه الأهلي فمش محتاج يعني كلمات تحفيزية أو مش محتاج وعود مثلا تحفيزية أو كلام من دي لا لا أنت وإنت موجود كده غزبا عنك في السيستم بتبقى عارف إيه مطلوب منك إيه الأهداف اللي أنت ملزم مش ملزم يعني أنت لازم تحاول تحققها تعمل كل اللي عليك والبقى التوفيق من عند ربنا يعني أو التوفيق وكل حاجة بتبقى من عند ربنا لكن أنت تعمل اللي عليك وتجتهد وتسعى وإن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون معاك فالمجموعة دي لا أكيد أكيد عايزين يحققوا البطولة للمرة الثالثة على التوالي والحضاشر في تاريخ النادي الأهلي عشان يسطروا من نفسهم تاريخ أكبر بكتير كمان مع الفريق وحيبأ أول جيل يحقق البطولة ثلاث مرات متتالية يعني أصلا ما حصلتش في تاريخ البطولة يعني فبالتالي ده يبقى إنجاز كبير والأهم من كده أن الناس دي خلاص بقى عندها خبرة في كاس العالم كنا متخوفين من أول مشاركة تاعت السنفات اللي كانت في قطر لسا المجموعة دي ما عنداش خبرة فلاهلي مش هاخد مركز كويس ومواجهات صعبة الليفل عالي لكن مصراحة قدروا يجيبوا البرونزية الموسم التاني على التوالي في ظروف صعبة قدروا إنهم ما يجيبوا البرونزية فالخبرات بقت كبيرة فبالتالي أنت ما توصل كاس العالم مراتي كمان بإذن الله تعالي حيبقى لتقدير إيه؟ الميدالية للفدوية طيب الكلام ده كله تمهيد لإيه؟ تمهيد لأن أنا عايز أعرض كل النتائج اللي تتعلق بطولة دور الأبطال أفريقيا ليه بقى؟ في الجولة التانية تحديدا في دور المجموعات لأن واضح إن البطولة صعبة جدا نتائج كلها متقربة ما فيش فريق فارق عن التاني الأمور مسهلة